يبقى لا نزرع لا نستبدل العدسة الداخلية الطبيعية في الناس اللي عندهم قصر نظر وما عندهمش إمكانيات ظهر عدسات وأقل من 40-45 سنة ممنوع ليه هؤلاء البشر حيجيلهم بنسبة 30% 3 من كل عشرة حيجيلهم نسبة انفسار شبكي وإحنا مش عايزين ده يحصل ومش هنعمل كده دي حاجة مهمة طب نعمل إيه؟ عندنا الوقت شخص عايز يطلعنا النظارة ما يفعلوش ليه زك مش طوي العدسات الصلبة أو العدسات اللي هنا ومش عارف يعيش أو حاطت ان هو مش شايف بهذه الشروط ان هو ما ينزلش اشتغل حتوقفها بنزرع عدسة داخل العين العدسات دي على الوضع العين زي ما هي يعني احنا ما بنشرش ونحط لا احنا بنحط بس هذه العدسات قد تكون عدسات أمامية أو عدسات خلفية أمامية تيجي قدام النيني خلفية تيجي وراء الحدقة وراء النيني بتاع العين والنيني يا جماعة حيلعب النهاردة وإن شاء الله حتكسب بإذن الله لو نشوف الفيديو رقم 6 وبعدين الفيديو رقم 7 هنورز يعني ايه عدسات أمامية دي اسمها العدسة المخلبية الايرس كلو لانس كلو يعني مخلب دي عدسة بمقاسات مختلفة بتتحط في الخزانة الأمامية قدام حدقة العين وبنروح ايه مكلبشين هكده في القزحية اللي هي خضرة هنا اللي أنا عندي بني وبنتبتها عشان نقدر نشوف من خلالها بوضوح شديد وتصلح مشاكل الإبصار بدرجة كبيرة جدا 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 الحقيقة وتنتهي مشاكل المريض لحد أو الشخص اللي هو عايز يستغنى عن النظارة بدرجة كبيرة وتمتع بنظره بدرجة كبيرة فهذه العدسات المخلبية هي بديل عن الليزك تصحيح الإبصار في هذه الحالات لأن هي بتدي درجة وضوح عالية جدا جدا وبتصلح كتير جدا من النظر اللي هو من قدرش نصلحه بطرق التقليدية أو الطرق الحديثة الفهم توليزك لتصحيح الإبصار رنج بتاعها من ناقص ثلاثة إلى ناقص عشرين تابع دكتور ناقص ثلاثة نقدر نصلحه نقدر نصلحه ولكن لو عنده قرانية مخروطية من قدرش ففي هذه الحالات نزرع العدسات الأمامية ميزتها برضو أن هي سعرها معقول فسط الغلاء المعيشة اللي احنا عايشين فيه ويعني جيدة جدا على المدى المعيد طبعا بناخد مقصات كتير قوي لعمق الخزانة الأمامية لمقصات رعين على بعضها خلايا تضم جتفتها دي ونفضل نتابع العينين لعينين لعينين لائف تايم عشان الأمور تبقى كويسة ومستقر برضو لو شفنا سريعا كده فيديو رقم سبعة هنا دي حملية حقيقية دي العدسة الأمامية ده حد من إيه الناس اللي هم بنتعامل معهم هنا في مصر ودي إيدي ليمين دخلها بالعدسة جوه العين بندخلها 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 بنزبطها بنعدلها وبندثبتها زي ما انتم شايفين كده حلاص بقياها إيه شبكة فنني العين يمين وشمال والموضوع بيخلص عنده فيه بداية قليلة جدا جدا بعد ما العدسة نتبتها فيه شايفين هنا ترك خلاص مسكت ومسكة من ناحية تانية تمسك من ناحية تانية وتبقى أمام الحدقة وخلاص بنعمل ده لبعض الأشخاص بعض الأشخاص المهمين اللي هم درجاتهم أكتر من القصر اللي هم عندهم أكتر من 8 درجات أو 9 درجات وبناخد غرزة بسيطة كده بنزبط ديها الجرح كده بعد شهر بنشيل غرزة دي وخلاص الأمور زي الفل وحنعيش عيشة سعيدة وعيشة هنية شكل العدسات في العين ما بقاش متشاف رغم أن الواحد يقولك إيه ده هتحط عدسة حد يعدي يبص في عناية يشوفها لا ما بقاش متشاف غير لو دخلنا جوة العين أو فحصنا بالأجهزة وطبعا يعني الاتنين اللي بيحبوا بعض مش هازم يبقوا يعني ونورها النور فعنيها عشان يبقى عارف هي حط عدسة ورمش حط عدسة يعني عيب يعني ما صحش خد الموضوع على بعضي كده واعتمد الرقم 8 ورقم 9 صور العدسات الأمامية بالإضاءة الشديدة شايفين تبقى جزء من العين غير مرئي وما فيش فيه أي مشكلة خالص وده بيدي التحرر من النظارة لو شفنا عن الساعة 9 وساعة 3 النحية التانية القزحية يعني معضود عليها كده مسكة بالمخلب إنه مدور تماما ما فيش أي مشكلة خالص فيه لما تبقى الدنيا محطوطة ومصبوط وتبقى الأمور طبيعية وده بيدي التحرر من النظارة ويعني خلاص بقى خلاصنا المشاكل حيث لا يصلح لا يصلح العدسات لا يصلح الوسائل التصفح التقليدية مثل الليزك والفينتو ليزك وخلافه من درجات قديم النقص 3 النقص 20 دي بتصلح بكفاة عالية جدا وبنقدر دايما يا جماعة ما فيش حاجة بتحصل في كلام ده غير بعد ما نعمل سلسلة من الفحوصات نتطمن أن العين تحتمل وتقبل هذه الوسيلة العلاجية ده أفضل كتير قوي ما نيجي نغير العدسة ونشيل العدسة الداخلية بتاعت العين ويحصل مشاكل أو مضاعفات بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر